معلقة كبيرة توم مفروم خلاص ده الماكارونا للقرابياته معلقة كبيرة توم مفروم معانا ربع كوباية زيت زاتون كوباية طماطم منزوعة الجلد ومتقطعة صغير اسمها كونكاسي بنعملها ازاي بان احنا منروح شقين الطماطم من فوق مدخلنا في مية مغلية طيارة ملح معلقة صغيرة عصير لمون ومعانا كيس مكارونا ايطاليان واحنا دلوقتي من سويه ومعانا جابنا بارمجان مبشورة وربع كوباية ريحان تازة مفروم للي يحب برضو يحط بقى كمان الزاتون شريح الزاتون تبقى جميلة قوي طيب انا هجهز دلوقتي الصلصة معانا هنا عشان تبقى تجهزة لما المكارونا تخلص هنعمل ايه هنحط معلقة زيت عافية ونحط فيها التومة بس تشويحة كده وبعدين هنزل فيها اول حاجة الصلصة اقدر اقول لكم بقى دلوقتي على ما داي خلاص عشان موضوع سهل قوي هقول لكم بقى على التيزر بدل ما بنبقى فاكرين ان احنا عملين دايد بحط بس هنا بقى الصلصة مهم جدا الصلصة دايما تشم النار علشان ايه ما تبقاش طعمها ناين ديها بس تقليبه كمين خلاص لما هشوحها تشويحة كده اروح مزودة بقى عليها التماطي هقولكوا انا بقى في الوقت ده على المقادير بقى الستيزر سالد استيزر سالد معانا خاص طبعا زي ما تحبوا عايزين تحطوا كافوتشا او خاص بلدي اللي تلاقوه موجود معنا الفراخ المشوية اتنين في ليه او حسب المقاس الطبق اللي انتوا عايزين تعملوه ده برضو بيبقى اضافي بس انا بحبه بصراحة على الصلطة علشان بيشبع طيب يكونوا طبعا مشويين في ليه الفراخ يكون مشوي مكعبات توست تكون متحمصة في الفرن دي اهم حاجة علبة زبادي تكون ده للسوس علبة زبادي light خلاص علبة زبادي light معلقتين كبار مايونيز light معلقتين كبار مايونيز light ملح وفلفل ومعنا معلقة كبيرة بودر التوم معلقة كبيرة خل ابيض معلقة صغيرة عسل ابيض بصوا متشيلوش العسل بجد بتفرق كتير قوي في الطعام معلقة كبيرة انشوجة مهروسة ومعلقتين كبار جبنا بارميجان موفرومين يبقى معلقتين كبار مش اكتر عشان نحافظ على انها تبدل light طيب انا كده السلسة خلاص نبتدي بقى نحط الطماطم الطماطم الكون كاسي نحط الملح والفلفل شوية من الزعتر وهنسيب شوية في الاخر الطعم لما منحط الزعتر دلوقتي غير بعدين بس يعني انا عايزاكوا تجيبوا الزعتر في الوصفة دي الزعتر اللي هو الوريجانو مش التوميان في الثايم اللي هو بيبقى طعمه قوي اكتر كتير قوي عن الوريجانو فحتلاقوا ده مسميات الزعتر مكتوبة في السوبر ماركت فالوريجانو اخف كتير قوي عن الثايم اللي هو التوميان المجفف والثايم بيبقى بري بيبقى حد جدا في الطعم من حتى لما بعمله مع الاطفال مش بيحبوه زي الوريجانو معين هما نوعين يعني هما زعتر بس نوعين واختلفين طيب اخر حاجة حطها العسل والجبنة دي برضو هتخش اخر حاجة واخر حاجة خالص بقى معي الريحان زيت الزتون برضو بحب احطه في الاخر وعصير اللمون دي الحاجات اللي انا هحطها كلها في الاخر منبتدي بقى نجهز السيزر سالد الحاجة جهزة معي انا فضل نروح الاول لفاصل وبعدين نرجع نعمل السيزر سالد وعلشان بقى ايه نلحق صارت تيجي ان شاء الله معي تقدم لنا الكيكا بتاعتها هشوفكو بعد الفاصل عشان تفك معي وتدينا الطعم الحلو نبتدي بقى نعمل السيزر سالد السيزر سالد احنا قولنا المقدير قبل الفاصل هبتدي اخر معلقة اللمون نساعد على الامتصاص كل حاجة اصلا بس كده وتقليبة وننزل المقارونة وهي لسه فيها شوية ماء هشوف بس هاخد قد ايه بقى واحدة واحدة بحب دايما السلسة تبقى اكتر بس انتو تتحكموا براحتكم خلص هي تاخد الكيس كله بس انا بحب السلسة ازيد شوية يعني ما فضلش غير مغرفة واحدة من المقارون حلو قوي كده ننزل بقى فيها معلقة العسل او كان ممكن قبل ما ننزل المقارونة على طول وزي ما قلت لللي عايز ينزل فيها الشرايح الزتون بتدي طعم برضو حلو قوي حطينا بقيت الزعتر خلاص وحطينا عصير اللمون وزيت الزتون دي كده جاهزة معي اخر حاجة حطها هاغرف وحط عليها عليها الريحان والجبن نوسع بس ما كان كان فضل دي قبضين اهو مش عايز اقولكو مفيدة ايه الصلصة دي اللي بتتعرض لنار الصلصة يعني احنا مش الطماطم الصلصة مع زيت الزتون هيلة ضد السرطان فيها مادة بتحمي الخلايا من السرطان فعايزين بقى انكتر من الحاجات دي مع مكارونا مسلوقة عالدنتي مش بتبقى وحشر الصحة خالص وخصوصا لو مكارونا نوع حالو النوع ده اللي هو ايطاليا نوسميد بتاعه درجة اولى بيبقى بروتين فيه عالي كمان بتبقى حاجة كويسة قوي للجسم في ألمانيا لما بكون في ألمانيا وبقعدة مثلا مع عيلا اسمحهم كتير جدا يقولوا مكارونا لازم لازم مرة في الاسبوع صحية بتبقى صحية للجسم هي فعلا صحية للجسم بسبب الصلصة والمكارونا لو مستوية صح وفايدة فعلا جميلة لو احنا زبطناها ومزودناش الدسم الغلط يعني حطينا الزم